ما خلونا بنينا ما خلونا سقمنا ما درنا حتى المشكل بقينا هكذاك الموجة القطرة علينا المشاكل علينا الميديتي اللازم الزراعي لهم في حالها هي جزء مما يعانيه قاطنو الحي القصديري واد المرجى بشراجة بالعاصمة منذ أزيدا من عشرين سنة حيث تعيش ما يقارب مئتين وثمانين عائلة وسط الأوبئة وتحت وطأة الأحوال الجوية القاسية وغير بعيد يوجد حي مزالي شريف الذي ينتظر قاطنوه الإسجابة لطلباتهم بالطرحيل إن شاء الله يخبر في أقرب وقت لا إله إلا محمد رسول الله رفعنا إنشغالات ساكنة هذه الأحياء للسلطات المحلية وهي عينة من أربعين نقطة سوداء بالمقاطعة الإدارية لشراجة في مخص الحييين الذي تم زيارتهم من قبلكم هم أحياء قديمة بالطبع وتم إحصائهم وتمت كل الترتيبات الإدارية من التحقيقات ومن ضبط القوائم للعائلات التي تقتن حقيقة بالموقع وسوف إن شاء الله يتم التكفل بهم في القريب العجل سجلنا على مستوى المقاطعة ما يفوق حوالي 97 موقع الذي يحتوي على قرابة 7700 عائلة على مستوى المقاطعة برك تم ترحيل ما يفوق 2800 عائلة في هذا الإطار حيث تم القضاء على 57 موقع بالمقاطعة والعملية مستمرة توفير مسكن لائق للعيش الكريم يدخلوا ضمن أولويات الدولة وترحيل كل العائلات مرهون باستكمال كل البرامج السكنية